والنهاردة كل الناس تقريبا مسافرين يعني أربع أيام أجازة وربعاً واللي سافر البلد يزور أهله واللي سافر السحر الشمالي اللي سافر اسكندرية واللي راح جمصة واللي راح راس البر مرسى مطروح الكل مقضيها عوم وبلبطة وعلى سيرة البلبطة مدام حضرتك مسافرة تصيفي يومين وهنا مدام لها معناين مدام أنت مدام ومدام يعني طالما مدام أو طالما واخدى معاكي بقى حلة وراء العنم سؤال انسي واخدى حلة وراء العنم ليه دويني أنا هسكت هو يمكن أسمع منك إجابة منطقية أو أي حاجة مجد والله فيه سؤال مهم ليه واخدى معاكي حلة وراء العنم للمصيف ليه يا حبيبي تقلبي يعني إحنا قلنا باني متبل بالبيض والبقصمات وهيقل بريحة عربية فرعونك ماشي تمام نقدر نفهم ونستوعب أهمية وضرورة الباني في المصيف خايفة على الولاد خايفة على جيب جوزك خصون الأسعار بقت عالية والمصاريف أنا معاكي أنت كوني موفرة ده يعني كويس كويس نحن موفر يعني أسعار في كل حتة بقت غالية وأنتو بتقولوا اسكندرية الساحل ماشي وهي حاجة سريعة تتعامل برضو صندوشات محلة مكارونا تمام زي الفل مفيش أي مشكلة خالص مفيش أي مشكلة في كل الأكل اللي ممكن تغذيه خليه بالك عشان ما تقوليش أنا بعترض لا أنا معاكي أنا معاكي ولكن أعيد وأقرر نفس السؤال اللي سألتولك من شوية من دقيقة مسافرة صيفي يومين ولا تلاتة واخدى معاكي حلة ورق عينب ليه وبعدين هتجيبي شربة تسقي بيها المحشي منيني حبيبتي قلبي منيني يروح قلبي هتقوليلي مرأة الدجاج والكلام ده لا 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 مايمشيش معلش مش مسموح مش صحية وبعدين المحشي بتاعة مرأة الدجاج دي بيبقى طعمه بيها مش حلو المحشي ما كانش يتسقي شربة بتاعته ما ينفعش تخيالي كده شايل الحل على قلبك من القاهرة لغاية المصيف وبعدين تعمليها بالمرأة وتطلع مش حلوة ففرعونك حبيبك يزعل فأنتي تقفشي فبدل ما تبقوا طلعين تقضوا أو تقضوا مع بعض وقت الزريف لطيف وتتفسحوا وتنبسطوا وتشموا هوا تروحوا متخنقين ومعاكنينين عليكم وعلى العيال وتسمعوا صدقكم للشريهات اللي جنبكم ومن الكار يتلم علينا يبلغوا ملك الوحدة عنكم والموضوع يكبر والمصيف يتحول لمأساه وكل ده ليه كل ده ليه عشان حضرتك طلبت معاكي تغضي حلت ورق العنب وانتم مسافري طيب ما تكلوها بالهانة والشفة قبل ما تسافري يا روح قلبي لو الورق العنب أو ورق العنب وحشك قوي كده كوليها قبل ما تسافري أو أقولك فكرة حلوة حطيها في الفريزر فرزنيها فكرة رمضان أما كنت بتفرزني 30 كيلو بانية عشان أما يجي الناس تطلعي وتتغوى بالزبط كده فرزنيها أو لما ترجعوا من الصفر تلاقوا حاجة جهة ده موجودة تاكلوها بسرعة بدل ما تبقي محتاسة تطبخي إيه ولا تعملي إيه وانتي أساساً بيبقى عندك هم تاني بتاع تفضيط شنطة الصفر والغسيل وانتي فهمها فأنا بحبك وعايزة مصلحتك فأرجوكي مرة تانية عشان خطري بلاش تغذي ورق عينب معاكي وانتي مسافراً وصيف الموضوع ده ينطبق كمان على إيه برافو عليكي الكرومب والبتنجان والفلفل وأي نوع محشي تاني خلقة في الوجود في الكائنات عشان عرفاكي هتنزل السفري كمان شوية العوامة في إيدك حالة المحشي في الإيد التانية ففرعونك حبيب الجوزك تجراسك هيقولك ما سمعتيش كلام يا سمين ليه يا شايماء هيا يا شايماء فتعملي نصحة وانتي نصحة وصدت الكل وتقولوا لا ده ياسمين قلت على ورق العينب بس ما قالتش على الكرومب أو البتنجان شفتي أنا حافظكي فبسبق من بدري كده من بدري مفيش محشي في المواصف لاغو المحشي بعدين انتي عايزة تبواضي لراجل فورمة الصيف فورمة الساحل ايه ليه تبواضيها لا مش كده مدام مش كده شكرا شكرا